السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله يا عشر بدنا نعمل مراجعة لفصل التيار الكهربائي طبعا هنا موجود عندنا اهم القوانين اللي راح نحتاجها بالحل بهذا الفصل راح ناخد مجموعة من الاسئلات ونحلهم مع بعض ان شاء الله نبدأ في عندنا جهاز كهربائي مكتوب عليه 200 فولت 200 فولت هذا اشعني يعني جهد ومية واط الواط وحدة قياس اشعننا يا عشر اللي هي القدرة بدنا مقدار شدة التيار الكهربائي المار في يعني اش المجهول معناتها هلأ شو القانون اللي بيربط بين الجهد والقدرة والتيار القدرة تساوي الجهد ضرب التيار طيب القدرة كم معناه 100 والجهد 200 والتيار مجهول بالدناية معادلة نقسم على 200 على 200 اذا بطلع معنا التيار بساوي من اختصر اش بطلع معنا نص امبر شوف كمان سؤال جهاز كهربائي مكتوب عليه 20 فولت يعني جهد و40 اوم ايش هلأ هاي مقاومة ما مقدار الطاقة اذا ايش المجهول معي طاقة التي يستهلك الجهاز بالجول عند تشغيله لمدة 5 دقائق اللي هو ايش عندنا هانا زمن طيب هلأ بهذا السؤال رح نستخدم ثلاث قوانين لحتى نقدر نوجد الطاقة هلأ احنا عندنا لحتى نوجد الطاقة احنا بحاجة لقدرة وزمن هلأ الزمن موجود معنا بس القدرة مو موجودة معنا القدرة حتى نوجدها منحتاج جهد وتيار موجود معنا جهد بس مو موجود معنا تيار هلأ بما انه معنا جهد ومقاومة اذا في البداية بدنا نوجد التيار على قانون اوم اذا اول اشي بنحكي المقاومة بتساوي جيم علاقة المقاومة 40 والجهد 20 والتيار من جهول معنا نعمل ضرب تبادلي 40 ضربة تساوي 20 على 40 على 40 اذا التيار ايش بتطلع معنا يا عاشر بتطلع معنا نص انبير طيب طلعنا التيار هلأ من التيار ايش بنطلع القدرة اذا الشغلة التانية بنطلع القدرة اللي هي عبارة عن جهد في تيار الجهد موجود معنا عشرين والتيار كم تطلع معنا نص اذا كم تطلع معنا القدرة 10 وات طيب طلعنا القدرة هلأ الخطوة الثالثة بنطلع الطاقة الطاقة ايش بتساوي عنا القدرة ضرب الزمن او القدرة بتساوي الطاقة على الزمن اذا الطاقة بتساوي القدرة ضرب الزمن القدرة كم عشرة الزمن معطينا هي خمس دقائق هلأ بما انه خمس دقائق بدنا نحوله نحول الدقائق لثواني بنضرب ايش عنا بستين فاذا بيطلع معنا كم عنا يا عشر تلاتمائة ثانية عشرة ضرب تلاتمائة اذا بالنهاية بيطلع معنا الطاقة بتساوي تلات تلاف واشوح دقياس الطاقة عنا جول ناخد كمان سؤال وصل صلك محرك كهربائي مع بطارية جهدها ايش عنا ستة فولت اذا هانا جيم مدة خمس ثواني الزمن فوجد ان الطاقة الكهربائية المستهلكة فيها تساوي خمستاشر جول اللي هي من عنا الطاقة بدنا نحسب اول اشي قدرة المحرك هلأ بما انه معنا طاقة ومعنا زمان بنحسب القدرة بتساوي طاقة على الزمن وتساوي الطاقة كام خمستاش والزمان خمس ثواني خمستاش على خمسة اذا بتطلع معنا القدرة ثلاثة واط طيب الفرع الثاني بدنا التيار المار في المحرك التيار المار في المحرك الكهربائي هلأ بما انه معنا قدرة طلعناها من الفرع الاول ومعنا جهد بالسؤال اذا لم ناخد القدرة بتساوي الجهد في التيار القدرة ثلاثة والجهد معطينا اياه ستة في التيار نقسم على ستة على ستة اذا بطلع معنا التيار كمية عشر نص امبير نص امبير طيب الفرع الثالث بدنا مقدار الشحنة هلأ مقدار الشحنة بدنا نرجع لأول درس اللي هو عنا التيار شو بيساوي عنا الشحنة على الزمن طيب هلأ التيار طلعنا من الفرع الاول الفرع اللي قبل هذا اللي هو كم طلع معناه نص بتساوي الشحنة بدنا اياها والزمن موجود معنا بالسؤال اللي هو كم خمس ثوان نضرب ضرب تبادلي خمسة بتساوي اتنين ضرب شين على اتنين على اتنين اذا الشحنة كم تطلع معنا يا عشر خمسة على اتنين يعني اتنين ونص ايش وحدة قياس الشحنة كولا طيب اخر فرع بدنا المقاومة المقاومة اذا نطبق على قانون اوم المقاومة اللي هي عبارة عن جهد على تيار الجهد بساوي ستة والتيار طلعنا لهو كم نص ستة على نص يعني كم عنا ناشر اوم ماشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة